يمضي الحوثيون قدما في ترسيخ سلطة الأمر الواقع في صنعه قليل من التنسيق مع شركة الإنقلاب وكثير من الترتيبات الأحادية التي تكرس سلطة تشبه تلك التي قبرها اليمنيون في 26 سبتمبر 1962 إنها خلاصة محتوى الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس ومعظمها تمثل تقارير شهرية عن أداء ما يسمى المجلس السياسي لأنصار الله التحكم بالورقة الجنوبية عبر أدوات تحركها مطامع سياسية ومالية من خارج السياق العام للدولة الاتحادية تشغل حيزا من هذه الوثائق لذا يبدو القياد الحوثي حزام الأسد الأكثر حضورا في هذه الوثائق لعلاقاته الوثيقة بهذه الورقة قصة هذا الحوثي مع الورقة الجنوبية تبدأ من هنا إن أبناء الجنوب المكلوم في حرب صيف 94 وما رافقها من فتاوى التكفير والتي بسببها كان القتل والنهب والسلب والتسريح القهري والامتهان عمل الأسد جاهدا وفقا لهذه الوثائق على حجد الشخصيات الجنوبية المتواجدة في صنعاء لعقد ملتقن بثقت عنه ما تسمى الجبهة الوطنية لأبناء الجنوب وساط قناعة من الحوثيين بأن صيغة الجبهة مناسبة للتغلب على الطبيعة المنقسمة للموقف الجنوبي تجاه كل شيء تقريبا كان الهدف من هذا الملتقى هو خلق جبهة مساندة للمخطط الحوثي بشكل عام ولإضافة صوت آخر معارض لما يسميه الحوثيون العدوان تعددت المشتركات بين ما يسمى الحراك والحوثيين وقاد هذا التعاضد مسؤولين جنوبيين صعدوا إلى مناصب مهمة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني إلى تأييد الانقلاب والتخلي عن صيغة الدولة الاتحادية والالتحاق بمشروع الهيمنة المركزية التي يسعى الحوثيون إلى تكريسها في صنع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفرح بادويلان أحد النماذج الجنوبية التي أظهرتها هذه الوثائق تشتكي إهمالا من جانب المشرفين الحوثيين لكنها كما بقية المسؤولين المحسوبين على الجنوب لم يغيروا قناعاتهم تجاه تأييد الانقلاب الوثائق تكشف كذلك عن عدد ممن ينشطون باسم الجنوب ويتنكرون في زي الحراك لكنه مفقا لهذه الوثائق ليس سوى أدوات في سياق المشروع الحوثي حيث يظهر عمار السقاف مسوقا جيدا للمواقف السياسية للحوثيين التي تذهب إلى حد القبول بقيام دولة جنوبية مستقلة ما يسمح بتواجده وأمثاله في أهم أخطر المحافل التي تعقد للبحث في ترتيبات الوضع في الجنوب في مرحلة ما بعد الحرب كملتقى عدا تتحدث الذي عقد في القاهرة تظهر هذه الوثائق بعض القيادات الجنوبية تستجدل اعتمادات المقطوعة من جانب المجلس السياسي للحوثيين وقد أشارت بالتحديد إلى شخصية قريبة من رئيس ما يسمى المؤتمر الوطني لشعب الجنوب محمد علي أحمد وأظهرت الارتباط الوثيقة للناشطة الجنوبية عفراء حريري بالمشروع الحوثي الوثائق التي تعود إلى مرحلة ما تسمى اللجنة الثورية العليا أظهرت متابرة الميليشيا للسيطرة على الدولة ودللت على أن نفوذ المخلوع صالح في العاصمة قد تراجع وأظهرت سيطرة الميليشيا حتى على دار الرئاسة معقله العتيد فقد كشفت عن تلقي الحوثيين طلبا من مدير قناة اليمن اليوم التابع للمخلوع صالح محمد الردمي باستعادة أجهزاء تابعة للقناة موجودة في مخازن بدار الرئاسة ليس هناك يقين فيما يخص تراجع نفوذ المخلوع صالح في صنعاء لكن الأكيد أن نفوذ الإماميين الجدد ما كان له أن يترسخ في صنعاء لو لا التواطؤ والمساندة من جانب صالح والحرس الجمهوري وتلك هي المفارقة